خلال زيارته الرسمية والرعوية إلى الأردن قال غبطة البطريارك الكاردنال بشار الرعي إن هناك علاقة تاريخية وطيضة تربط المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان كما أن هناك تاريخ صداقة عميق بين البطرياركية المارونية والمملكة مشيرا إلى أن البطرياركية حريصة على توطيض هذه العلاقة أكثر فأكثر المزيد حول هذه الزيارة في التقرير التالي اختتم غبطة البطريارك مارف شارة بطرس الرعي بطريارك أنتاكيا وسائل المشرق للموارنة زيارة رسمية وراعوية إلى المملكة التقى خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط الأردن واللبنان والحرص على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشدد جلالته على أن المسيحيين العرب جزء أصيل من الحضارة العربية ويجب أن نعمل جميعا على المحافظة على تعزيز الوجود المسيحي في المنطقة والحد من هجراتهم وأعرب غبطة البطريارك الراعي عن تثمينه لدعم الأردن الموصول ووقوفه إلى جانب لبنان ووحدته وسيادته كما التقى غبطته سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدرسات الدينية حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية احترام الاختلاف وقبول التنوع وضرورة التركيز على إنسانيتنا المشتركة والقيم المشتركة بين الثقافات والديانات وتضمنت زيارة غبطته جولات سياحية ودينية لعدد من المناطق في المملكة ولقاءات مع فعليات رسمية وشعبية ومع مؤسسات إنسانية في الأردن وفور وصوله إلى كنيسة مارشاربل كان باستقبال غبطته وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار والنائب البطريار كليلاتين المطران جمالد عيبس والقائم بعمل السفارة البابوية مارو للي وممثل رؤساء الكنائس في المملكة وشخصيات نيابية ودبلوماسية وعامة والوفد اللبناني المرافق لغبطته وحشد من عائلات الرعية وفعالياتها الرسلية المتعددة وجمع من أبناء الجالية اللبنانية وفي ذات الكنيسة صلى غبطته على نية حماية الأردن ولبنان ليتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها وفي كنيسة مارشاربل ترأس غبطته صلاة تبريك الملعب وتتشين بستان القديس شاربل وعلية مارشاربل والكابيلا بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار والقائم بعمل السفارة اللبنانية في الأردن يوسف رجي وحشد من أبناء الجالية اللبنانية وأزال الستارة عن عدد من لوحات الفسيفساء التي مثلت الملاكة جبرائيل مقدمة من الكنيسة وأيضا القديسين الموارنة مقدمة من النائب مجدي الياقوب ومجسم للصرح البطريارك الماروني في بكركي وخريطة لبنان وأرزته التي ذكرت 72 مرة في الكتاب المقدس كما أزال غبطته السطارة عن لوحة القديس شرب المخلوف التي تعد أكبر لوحة الفسيفسائية للراهب القديس في العالم مقدمة من السيد رائد بلة والسيد رامي نصراوي وخلال زيارة إلى المملكة التقى غبطته في كنيسة مرشربل مع رؤساء المؤسسات المسيحية في الأردن كما قام البطريارك الكاردينال بشارة بطرس الراعي بزيارة إلى السفارة البابوية في الأردن تخلى لها مأدبة غداء أقامها القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسونيور مورو للي على شرف غبطته ودار نقاش غني بين الحضور وغبطته استمع إليهم وأجاب على تساؤلاتهم واستفساراتهم وبالأخص حول قلقهم على لبنان الشقيق في الأوضاع الصعبة التي يمر بها وفي جولاته المتعددة في المملكة زار البطريارك الراعي مدينة مادبة بدعوة من سعادة النائب مجدل يعقوب وشخصيات رسمية عامة وخاصة بدأها بكنيسة القديجة ورجيوس ثم إلى كنيسة قطع رأس يحن المعمدان وجبل نبو والتقى في مادبة البطريارك المتقاعد فؤاد طوال وكاهن الرعية فراس نصروين وبعد تبادل التقادم والهدايا توجهوا جميعا إلى مأدبة محبة مقدمة من سعادة النائب مجدل يعقوب على شرف غبطته سيدنا البطريارك ضيف سيدنا وضيف الأردن وضيف مادبة حبيت استضيفه في مادبة لحتى ما نورجي مدينتنا الحلوة الجميلة ونأخذه في جولة على كل الأماكن يعني بعض من الأماكن وعرفنا عن التاريخ تبع مادبة وتاريخ الناس اللي موجودة هون كمان وتشرفنا بزيارته وبنسعى بالنهاية إلى إخواننا الموارن اللي موجودين بكل العالم إنهم ييجوا ويزوروا مادبة ونعرفهم على مادبة الجميلة ونحن تشرفنا في سيدنا البطريارك وأهله وسهله فيه بين أهله وربعه ودائماً علاقة الأردن ولبنان علاقة مميزة واشتغلت مع أبونا جوزيف على أحياء موقع مكاور وسوينا حدث جميل جداً لأكثر من 500 شخصية لأحياء الموقع مكان قطع رأس يحنى المعمدان وهو من الأماكن من الخمس أماكن التي تم اعتراف الفاتي كان فيها لموضوع الحج المسيحي وليس فقط لموضوع الحج المسيحي النبي يحيى ابن زكريا اللي هو يحنى المعمدان كمان لموضوع الحج الإسلامي اللي موجود ونسعى وعرفنا حكينا لسيدنا البطريارك على العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين وعلى تاريخ تأسيس مادبة وهذا الإشي الجميل اللي احنا بنعتز ونفتخر فيه فأهله وسهله في نورسات اللي دائماً بنفتخر فيها وبنشوفها ومن بعد مدينة مادبة توجه غبطة البطريارك بشار الراعي إلى مدينة الصلط وهي الزيارة الأولى له حيث اطلع على أبرز المعالم الدينية والتاريخية والتجارب السياحية فيها وشملت الزيارة مقام وكنيسة الخضر وكنيسة رقاد السيدة العذراء ودير اللاتين ومزار ماري الفونسين والمجمع الإنجليزي ومركز الصم التابع للكنيسة الإنجلية